برحمة الله كالحالك شيئا حياك الله تفضل يا سيد سكين بس أثناء عن العملات الرقمية طيب إلى وين وصلت العملات الرقمية هل تم استقرارها ولا لسه ما حد قبلها هي لسه السوق يعني جديد اسمها الداكوين أنا بعرفها يا أستاذ أنا بسألك لأن أبدو وصلك للجواب إحنا أن يكون في عملة جديدة رقمية مش حرام نعم ولكن الآن في ضمنات بنكية حكومية إلها حتى إذا تم التداول بها حفظات تلك الجهات للمتعاملين تعرف غير أستونيا في دولة اعتمدتها لا بسي ممكن صاروا يعتمدوها طريقة دافع والله إذا تم اعتمادها جائس طريقة دافع يعني أنا بقدر أشتري منها أو إشيء زيها على كل حال إذا تم اعتمادها بس أنا في حدود معلوماتي حتى الآن لم يتم يعني الضمانها من البنوك لم يتم فالأصل فينا نتوقف ونرتقب ونتريث حتى لا نورط العملاء في هذا فهي ليست حرام وليست الآن مباحة للتداول نحن في حال الترقب لما يتم الضمانات البنكية والحكومية نحن جاهزين للتعاول لا يوجد إشكال في ذلك شكرا لك